الجوع والفقر تكفلا بإعادة الحراك الشعبي إلى الشارع في مختلف المناطق اللبنانية بدءاً من الشمال فالبقاع والصيدة وصولاً إلى العاصمة بيروت رفعوا لافتات طالبوا فيها بسياسات اقتصادية تراعي أوضاع الناس منتقدين الحكومة التي فشلت وأثبتت في التعينات المالية الأخيرة أنها دخلت في منطق المحاصصة فلم يتردد في المطالبة بإسقاط الحكومة التي أعاد رئيسها حسان دياب تحميل مسؤولية ترد الأوضاع لآخرين سقطت محاولة الانقلاب لم تنجح كل الاجتماعات السرية والعلنية والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها وأوامر العمليات الداخلية والمشتركة في إنجاح خطة الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد كلام رئيس الحكومة لم ينزل برداً وسلاماً فصحيح أنه طمأن أن ودائع اللبنانيين محفوظة في المصارف بضمانة الدولة ولكن الهواجس تتزايد مما يتردد حول تهريب العملة الصعبة إلى الخارج قبل أيام من وضع آنون أيصر في التطبيق هناك من يرى أن لبنان البلد العاجز حيث البطالة حيث الجوع حيث الفقر ممكن أن يتحمل عبء مواجهة العقوبات الأمريكية بنقل المتبقي من أموال إلى خارج الحدود إنها حكومة إدارة تفليسي إنها حكومة تدمير مصالح اللبنانيين التردي المتفاقم للأوضاع أعاد محتجين إلى الساحات في مختلف المناطق اللبنانية وسط شد حبال بين تحرك سلمي أراد التذكير بالمطالب وتحرك عنفي أمعنى في تدمير العاصمة نال هذا المكتب للسياحة والسفر نصيبه من التكسير في ليلة العنف الأخيرة ولم يكن هذا الاعتداء الأول من نوعه بل تكرر الأمر منذ أعمال العنف التي خرقت سلمية حراك أكتوبر يعني عم يفجروا غضبهم بمحلات الغلط فهن بتصور لازم يغيروا مسارهم بطريقة أفضل ونحن بسبب هذا اللي صار عم نترك عم نسكر ويرى مراقبون أن تدمير وسط بيروت أدى مهمته للحقول دون عودة خيام الاعتصامات السلمية إلى ساحاته من جهة والضغط من جهة ثانية على حاكم مصر في لبنان لدخل عملة الصعبة كلوجي أبي حناء الغد بيروت